الشيخ وحسين السيد ومعنا على التليفون الكابتن أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي ونادي الاتفاق السعودي أحمد برحب بك على قناة الأهلي حبيب يا جسامر برحب بك حبيب وذكر عليك سلام عليكم أحمد أكيد ألف مبروك على فوز مهم جدا على فريق الرائد ويعني أكيد أنت متقلق يعني ماشي في شكل كويس سواء كنت مع نادي أهلي قبل كده في دوري السعودي لكن أحمد الشيخ الفترة اللي جاية هل أنت شايف إن شاء الله إن ممكن يكون لك وجود مع منتخب مصر الفترة اللي جاية في كاس العالم أو في الاستعدادات اللي جاية في كاس العالم في الأول طبعا نحن بربنا الحمد لله وسكر الله على الوزن دهاردة وصعب على فريق محترم فريق الرائد في لعبة كويسة وخبطا البراء كانت في أردهم وبرضو الوضع اللي احنا فيه نادي الأنفاء إن شاء الله ده الوضع اللي نادي هنا النادي هنا نادي كبير فالحمد لله بن احمد ربنا طبعا على السوء النهاردة ويدينا دفع إن شاء الله نلعب نلعب بكاو نلعب بأريحية المبارات اللي جاية وإن شاء الله نقدم الصلاة أعلى من كده بإذن الله إنما للسطرة اللي جاية إن شاء الله أكيد الواحد يتمنى أنه يكون متواجد من طهب نصر لحلم لأي حد وأنا خدت الخطوة لإنما أطلع عارة بسبب إليك المشاركة مع النادي الآلي طبعا الواحد كان موجود في النادي الآلي نادي كبير وأي حد يتمنى أن يكون موجود في النادي الآلي بس طبعا نالك المشاركة بتتخلي الواحد يعني ما فيش طموه ما فيش فرص إن الواحد يظهر للناس بشكل كوي فأتمنى من الله سبحانه وتعالى الواحد يأتي نسلل عنده وكون متواجد بسوء الله مع مستخد مصر أي الفرح يحمد ما بين الدوري المصري والدوري السعودي بطراحة فيه إمكانيات كبيرة أول إن الناس هنا فيه دعم غير طبيعي كل حاجة ملاعب وفيه سبع لعيبة مختلفين ده برضو نخلي الدوري كوي جدا لكن طبعا في الدور المصري فيه لعيبة كبيرة جدا وفيه عندها كبيرة طبعا لكن طبعا عدم وجود الجماهير عدم وجود الجماهير ده بيعمل برضو حالا التلاعب مش قويسة طبعا متابعتك لمطرات الأهلي إزاي بقى بتابع مطرات الأهلي بصفة عامة وإزاي شايف نادي الأهلي هل هو حسب من الدوري فعلا ولا لسه فيه كلام والله على الورق على الورق لسه فيه كلام بس أعتقد التوضاع يكون خلاص يعني بشكل كبير أو إن شاء الله أن الدوري دوري تحسم وبإذن الله طبعا يعني أتمنى أحضر بشمو بالنادي الأهلي وكل البطلات إن شاء الله النادي الأهلي فارج فيها يحصل عليها إن شاء الله أحمد المباراة اللي فاتت كان فيه موقف طريف جدا لحسن السيد مع مايكل كلاتنبيرج في المباراة وكان عايز يديله إنذار لكن حسن اتحايل عليه وعايز أسمع منك بعايزك تحكي لي الموقف ده بزبط واحدة بنعرض الفيديو قدام أستاذ المشاهدين على شاشة وإنت بقى تشرحه تقول لي إيه اللي حصل يعني حسن السيد إحنا اللادي وإيش كان فيه فاول تقريبا أو فيه حاجة اللادي كان واقف يعني طبعا كنا بنشرب ميا حسن بعد ما خلص راح أقبير من الإزازة راح أقبير من الإزازة راح أقبير في الحاكم في توش الحاكم كتوية جدا فهو بصراحة يعني عنده الموضوع طبعا راحب والموضوع عاد يعني كان زاره فقال له هتديك زار فقال له السوري بتاعد يعني تزيله كتير وفضل يحضنه يعني هو حضنه وبعد ما الحاكم قال له خلاص أوكي راح يطلع له الانزار طب يا أحمد حسن أنا عايف دم خفيف طبعا وأكيد أنت مستمتع لي في الغربة طب أنت شايف أن وجود أكتر من لاعب في الدوري السعودي أو كمان بالأخص معاك في الفريق زي حسن السيد ده طبعا مش بحسك بأي غربة موجودة أو بأي عوائق موجودة في احترافك في السعودية أكيد طبعا وجود السيدين معايا طبعا بيسل الواحد يحس برضا أنه ما بعيدش قوي عن فضل الأجواء كمان هنا المتعدة الواحد يعني اكتماسين كثير حتى الناس كمان الصعودية هنا الناس محترمة جدا وقابلوا الواحد بشكل كويس جدا ودعموا الواحد فالواحد مش حسن السيدة برضو فأتمنى من سواء الله بيكون إضافة أنا واحد بإذن الله قل مين اللعيبة اللي بتتواصل معها في السعودية من اللعيبة المصريين بصفة عامة مش أقولك يعني مش أقولك من الأهلي بس بس من اللعيبة المصريين بصفة عامة مين أكثر اللعيبة اللي بتتواصل معها والله فيه أكثر طبعا من اللعيب يعني كل احنا تقريبا فيه ثمان لعيبة قصة لعيبة موجودين في العندية هنا فتقريبا كل أسبوع بتقابل بعض طبعا بنسلم مع بعض بصبراء ومتقابل طبعا هنا بعيدة عن بعض ما بنقدرش نحن نتجمع في مكان أو نتجمع في يوم لكن طبعا على تواصل طبعا كثير مع الليلة كلها وبرض أعرابة على طول المتواصل معاه فالتقرابة طبعا عديد هنا فالواحد يعني أكيد طبعا بتستعين به بالضبط بتستعين به يعني ما أسأله يعني وقرارة من صفحاتهم محترم طيب فريل الاتفاق يحمد في المركز الحدواشر هل فريل الاتفاق وجودك مع حسين السيد قادرين على أنه يبقى في مركز أفضل من كده بإذن الله الواحد أتمنى يعني الواحد إن شاء الله يكون ضفا النادي هنا النادي هنا نادي كبير زي ما قلت وبس هو في وضع ده وضع الحمد لله بداية الدور الثاني الجهاز جديد وفي لعيبة جاد كتير فالحمد لله شكل تحسن شكل كبير جدا ونكاية كمان الحمد لله يعني آخر ثلاث أربع مباريات ما منختار اثنين فوز واثنين تعادل فالحمد لله الواحد شايف أن الفترة اللي جاية هتكون أفضل و أخيرا يا أحمد عايزة أسألك سؤال خاص بك هل أنت شايف أن أحمد الشيخ رضت ومحاطه بالانتقال من نادي الأهلي لنادي الاتفاق على سبيل الأعارة علشان يلعب ويزبط نفسه وأحمد الشيخ اللي احنا عارفين ويرجع تاني بسهو أنا شخصيا يعني الفضل الواحد كل فترة طموحاته الفاس كمية حدود طبعا أنا الفترة الفاسة دي كان واحد ما بيستريكش بصفة مستمرة طبيعي يعني أنا شخصيا أنا برضا فعينا أنا أروح المدل أهلي كموظف بالزبط فخدت الخطوة دي على أكثر أن أنا ألعب أكثر من كده يعني ما نقدرش نقول اتموح أو حاجة زي كده لا أودر أقول أن أنا عايز ألعب عايز أشارك عايز أكون موجود صورة دايما دايما النازل تانسة يعني نازل تانسة نازل السنة اللي قبل فاتر الواحد عمالة الواحد تعب جدا عشان يرجع تاني النادي الأهلي فأنا بطلع الأعورة دي عشان أظهر الناس تورك عشان النادي دي دا اللي هو في آخر دا 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 ألو أحمد أه يا أحمد حبيب معاك تمام طيب أحمد يعني أكيد استمتعت بيك يعني بالتوفيه في الفترة اللي جاية وألف مبروك على مباراة النهاردة ربنا يخليك رائع دا و حاضر حبيب كان معنا طبعا أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي المعار إلى نادي الاتفاق ووضح